يَوْمَ لَا يَمُنْفَعُ مَعْلُمُ وَلَا بَنُومُ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ السلام عليكم كديرين أخوتي أخواتي لبس لكم بخير أشخباركم إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير أمركم طيبة وأحوالكم جيدة ويلقاكم هاتلا فيديو فأتنصحة والعافية اليوم كيف معوتكم دائما كل نهار قصة جديدة ألام وعناة وآهات وكوارد جديدة اليوم معنا واحد الكارثة من نوع خاص والله العظيم إلا غادي تلفو كيف ما تلفت أنا بدأ أنا تلفت ما قدرتش نهدروتا النصحة والله العظيم في آخر الفيديو ما قدرت نقولها فلا حول ولا قوتها إلا بالله العظيم كيف يقولك عيش نهار تسمها خضار فالزينة قلت بحال ذا كما يقول بحشرة بياللمة بندم كيزني بحال لا كيينوضو كيشدوا واحد الكس دياللمة وكيهبط عليه فلا حول ولا قوتها إلا بالله العظيم بقاو معايا للنهاية سلام عليكم أخوتي أخوتياتي لازلت أنا من المتابعات ديال القناة ودائما كنشارك الإخوان والأخوات بتعليقي ودابا حتى أنا جاذوري باش نحكي قصتي بغيتكم تعذروني حتى تشيري غادي تسمعوه مني ما غادي شي يجبكم ويقدر ما ترحموني شو تسبوني وأنا كنقول لكم باللي أنا غالطة وقبل حتى ما نعود قصي وعارف راسي دي رجالي ما بحق الزوج ديالي وحتى فولدي باش نتقرب من قلوبكم غادي نحكي لكم هلية شوية وغير غادي نحاول نختصر لكم ونعود لكم كيفاش دوست الطفولة ديالي أنا وجدا العمر ديالي 27 عام أش الطفولة ديالي اللي كانت عادية بحل الأطفال مع بابا وماما الحمد لله نحن من عائلة لبسة لهم العلاقة ما بيني وبين الأم والأب ديالي مش يحتلها نقصو كل نهار للمشاكل والزعف وواحد ما كيحترم الثاني أنا كانت فسط منهم ومعمرهم حاولوا يعرفوا أشنو خاصني ولا أشنو باغية أنا ما كان قصد الحويج والفلوس أنا كان قصد الحب والحنان والعطف دياليالواليدي حيث من اللي عقلت على راسي ونحن نأكل بالزعف ونعسو بالزعف أنا في الأول ما كنت عارفة المشكل كان يحسب لي جميع الأسر والعائلة اللي عائلة بحل هكذا حتى الوحد النهار قررت ننشي نلوز العطلة دياليالصف عند خالتي ماما وبابا أنا عندهم آخر حاجة كيف يفكرون فيها وما اعترضوش بالفعل مشيت بقيت معاما قريب شي تلت شهور حتى قرب الموسم الدراسي بدأت رجعت للدار كنت شفت المعامرة في درخالتي كيف جديرة درخالتي عامرة حوب وثيما الدرجات لم تكن رجع وتمنيت كنت خالتي هي يا ماما عفت قبل ما كانت كنت نعلم كنت تدير كنت مشاهد بناتها كنتشوفهم وتغطيهم وكتحاول تعرف أشنو خاصهم وأهم حاجة هذا الحضن الذي أنا مع مرني حسيت به كانت كتحضنهم بكل حب ماشي بحالي أنا المهم بلي رجعت لقيت الفرق شاسع حققت على الوضعية وكرهت دارنا كتر وكتر لقيت معظم الوقت كنت ندوزهم على الخدامة وأي حاجة تبطيها من ماما تقول لي سيري عندي الخدامة تعطيك ولا منعود لكم المعانا دي للك البنت اللي كانت معانا مسكينة اللي كانوا ديري لها بحال شي شفاف دي ماما كتغوطي لها وكتفرغ في هذا الغضب دي لها حتى الواحد النهار لقيتها كتبكي لقيت لقيتها وكتبت كنواسية واخا كنت باقية صغيرة وكنت يلا عندي شي 11 لسانة كتبت لها مالكي ويبدأت كتبكي قلت لي للا كتبرت فيها غضايدها وأنا مدرت ليها وعلو قلت كتبكي وكتبت لي والله من سمح لي هذا الماضني بقيت فيها ديك البنت ثم قررت ندجسس على ماما وبابا طوش نعرف أجنو كاين وكتبت لقيت بيتي باش ناس ونسمع ماما كتاثر بحال يما كتخاصم قربت من البيت ومحطة ودني سمعتها كتتخاصم مع بابا وكتبت لي للا أنا سمعت كتبت لها حبيبة وانترى ناكر الخير لماذا كتبت لها هذا الشيء أنا تخلني الشك ولكن ما عرفتها شنو كتقصد أرجعت البيت ياري في الصباح من التبكري بشيتي عند البنت اللي خدامتنا قلت قوليها تطعطع قلت لها شنو سمعت قلت لي للا آخر مرات عاودت تحطي وبنك على الباب وباللي المشكل بين ماما وبابا ومخصيش ندخل ومضغطت تقول لي يا وعلا أنا مديتها شفيها ورجعت نهار أخر من الجسست عليهم وحتى هذه المرة ماما كتقول لبابا انتها حيوان هم شيراجل شماتة بقى فيها الحال دفعت الباب وقلت لي لماذا كتقول لبابا حيوان بدت كنغوط عليها كانت قاسة وقفت جمهة معي بتصرفيقة حتى بانو نجوم قدامي ماما غوتت علي وخاصمت وقلت لي باللي بابا كيخوني وباللي هو مزوج مرة بالسر أنا ما هرفعش أشنو هو هات السر تعصبت منهم بجوج خرجت مجيت لبيتي وانا بابا ما بقىش كيعمر في الدار نقوله مرة بالأسبوع أنات ماما لقيتش الحب ديال بابا وزيد ماما اللي مقابلة غير تليفونها هذي خالتك وهذي جداتك وهذي صاحبتي أنا آخر حاجة وبابا ملي كيجي عوض ما ياخدني في حضنه يعطني الحنان كي يعطني الفلوس وقبل حتى ما نقول لي بغيت شي حاجة كي قبط الفلوس كي مدهم لي بديت أنا كنكبر وكنفهم الحياة وكنفهم بالدني أشنو كتسوة لا حب لا تفاهم وكل واحد فين كي يمشي كنتجمعوا القبلة ديال الأكل الصافي وحتى مني كنكونوا كناكلوا كل واحد فين كي يشوف واحد ما كي يهدر معه واحد وحتى أنا مني كنبغي نهدرك يقمعوني وكي يقولوا لي سكتينة ما حال فيك ديال الهدرة تعقدت بزاف والله العظيم إلا ثلاثة من الصغرين كنكرههم وملي كنشوف المعاملة لأباء ديالصحاباتي كنقلبكي وكنقول أنا ماشي بأهل ديالي هذا رغم الفلوس والضطر اللي كانت كبيرة والخدام اللي كانت مسكينة معي كتر من الجهداء ملقيت شراحة ماذا سنقول لكم قلت من طاوية وغي سادة على راسي حاولت مساعد راسي براسي واحد النهار دخلت الواحد المقايدة للتواصل الاجتماعي حتى كانت فجأة بواحد السيد خلاندي قال لي السنة مردته له بقيت كنظرة عنوية في الأول بقيت غرقت الليلة في الوقت رقيت راسي غرقت في أحد اللي بير غارق بزاف والمشكلة أنني ثلاثة ما كان عارف شنعم المهم بدينها في الأول غير السلام صافة حتى تطورت العلاقة كيف تفهموني؟ هدرت معه الأول والثاني طلب مني التلقى به وأنا بلا تردد قبلت ومشيت معه أجبني الحال السراحة قلتنا في واحد الكافي حاول أنه يعرفني على راسه بيني وبينكم كان غزل وضريف سوواني على حياتي وجوبتوا جميع التفاصيل ولكنه ما قال لي والو عليه كان غير كي يسمع كلاني وصافي قد اتصال ومشينا بحنة ومشيت للدار ووصلت تصليبية وقال لي بللي عجبته وباللي أنا أزوينه بثاف المهم قد معه الأسبوع الأول تظنين أن نكون صديقة ووافقت بلما تردد قدرت في حبيبي وبابا وماما وكل شيء وما بقت كانت تسوق للماما ولا البابا بعضت عليهم وعلى مشاكلهم كنت أخرج من المدرسة كنت أتلاقى به كنت أدخل كنت أدخل كنت أدخل وعلى ما حتى يمكنني لا أحد ما يقوم باقي وعلى ما ودوز معه شهرين أدخل وعلى وعلى ويعرفني مناطق وعلى وعلى ونظر لها وافقت بالزربة ومشينا المدينة المدينة وكلها منادر طبيعية بالأهم أنني مهتم بي ومهتم بأدق التفاصيل حياتي كنا حجزنا واحد الغرفة في واحد الوطل وغرفة واحدة تعشينا ودخلنا لبيت أول ما دخلنا ظل لم نكن بشي لكم وجدت كين غي سرير واحد قلت لي هنا فين غادي الناس شار فيه وشتلي فيدي وقال لي مع حبيبك شدني عن النقني ما نكلمش عليكم ما حاولتش باعده ولا ندير شي ضدت الفعل بالعكس عجبني الحال والترخيت وايه يا أخوتي ترخيت وطيحني للسرير وبقى كده عفية لم نقول لكم ما نبديك اللحظة مبكس كنشوف قدامي والو من غير ذلك الشي اللي أنا عايشة عشت معاه من كل قلبي وخليت بكل سهول أخذ شرافي وهو يضحك ويقول لي نشتي معي أنا غير كنشوف فيه حالة ندمع لي الحال قلت لي بغيت نشي بحالاتي بغيت نرجع للدار قال لي خليك أحبيبه حتى الصبح ونرجعك للدار قال لي يا دبا مش هالحال حتى الغدو ونضيك لداركم غير ناسي وما تخمفوا بغيت غير كنكي ورجعت معي ندامة قلت قل ببلينا يا أهريم ونتي بغيت بكل سهولة أعطيته الحميل سمعني كان بكي وقرب مني وحد مني قال لي أنا كان بغيك وقد ينتوج بك أنا في ذلك اللحظة حسيت بالحالة وأنا معاه وبلي شي حاجة في قلبي عمراته ما بقيت شفارغة منعز وبحال ذلك الليلة ما نعزش طول حياتي وخا كانت في الحرام وكانت غلطة ولكن ماشي الدم بديالي حتى واحد ما في جنبي وماما آخر حاجة كتما هي أنا وزيد بابا الذي تزوج مرة وحدة أخرى ويجعل غير مرة في الأسبوع في الصباح أرجعني وقال لي وقال لي وقال لي وقال لي وقال لي كل ساعة وكل دقيقة يسهول فيها ويوميا كنت أتلقى به ومعه كان المدخول كليل كنت أعطي له الفلوس ودائما كنت أطلب لبابا الفلوس ونجعل السباب لأخصني غير كنت أعطيها لأخصي مع بابا لم يكن لم يكن يتحسد معي ونهار بابا كان مصافرين بما وعلى قبل الخدمة لم أكن أقضوا أمенно لقد أقضوا أردت أعلق تقدمي لأخصي قال لأخصي وقال لي وقال لي نفذو وقال لي أخرج وقال لي لا يحتاج لك ما أعرف منه اخبائي قال لي الحبيبات لي أن تبانيني حتى نجمع وردها لك أنا قلت لي عيني تطلبهم لمدهم لك المهم جيت تهشيت وكنت غير أنا وماما والخدامة قلت بالزربة وطلعت لبيت ماما بقيت نقلب في حواجه ويتبال لي واحد صندوق الذهب حلتها وزيت أكبر حاجة فيها كانت واحدة مضمة عندك الشرفة بالزربة طلعت لي منها شيء حاجة لم يمزيتها وضيتها لبيت خبيتها في الصباح قلت لي لجنب البحر بغيتك قال لي راني ناعس قلت لي فقراني جبت ليك الفلوس فرمشتها لقيته حدايا جبت مطممة وريتها لي فرحة غير فرحة لم أحاول شي حتى يسويني مني جبتها وكان يبان عليه بليم تؤثر وكل شيء يرجع حاولك نسويه ماله ونكرمني وقل لي لا يوجده وغير بردانه وضرب لي على كتافي ومشا قال لي حتى ترى حتى رجعت أنا للدار وقيت الدار مقلوبة ماما الغودة لها مسموعة من الجردة سويلت العساس وقل لي ما عرفتك دخلت لقيت الخدمة كتبكين مضروبة مسكينة ضربتها بوحد الفاز حاولت نعرف ماذا كان لا تريد أن تقول لي حاولك ترى حاولت عند ماما لقيتها حالة مع ماما كانوا فيها الأعصاب على أقل حاجة تتعصب وتتقلق قلت لها مالكي قلت لها بنت الحرام لقيتها سرقة لي المضمة أنا خافت ورجعت للور قلت لها ولكن ما هي هذه قلت لها على ملقطة الخدمة صراحة لا تريد أن نقول الحقيقة ونقول لي أنا اللي هزيتها بقيت ساكتها قلت لها ولكن ما عرفتها هي قلت لها قلت لها لقيت الخاتم مرمي فوق الطابة قلت لها لقيت المضمة مكينة وحتى باب الماريو وغير مرض ماما جمعت الوقفة وقلت لها لا تبقى هنا دقيقة جمعي شراء وطقه رجالية قلت لها لنحاول نرى ما ستقول لي قلت لها كيف أشوق هذا الشي قلت لها بدت تشوفي ولكن حمرت قلت لها قلت لها قلت لها قلت لها ولكن لم أردت أن أقول له لكي لا يقال لك شيء أردت أن أقوم بها و أقول لها سمحي لي و أقول لها سأذهب لها الماما و أقول لها ما هو رفضت و قلت لي يا صافي حتى أنا أعيد منها سأذهب بحالتي لكي لا أعطى الله سأعيش و نخدم المهم مشاته كنت أنا هي السبب مندمت بثاف هذا السيما طلب مني و أقول لكي محتاجه و خاصه قال لي ما كرهت شيء ميزة بحالة المرة التي فاتت أنا قلت عليه قلت لي و أنت أحمق و أنا مستطي أنا من أين سأجيب لك هذا الشيء المهم تقلقت و قطعت عليه الخط في ذلك النهار لم تتصلش بي لقد لي هدر معي و قال لي صافي أنا حليت الموضع طلب مني يمشي لعنده الواحد الدار كن كاريه و هو صحابه دوك صحابه كان واحد دامين معي ومشيت دقيت حلي الباب صاحبه غير أنا دخلت و أخرج بقيت غير أنا و حبيب القلب مني دخلت لقدر كلها شراب و جوانات أوزيت الشيش اللي محتوطة المهم المنظر لا يعجبش قلت لي ما هو هذا الشيء قال لي يا غير قلبي ما زالت أولي فيه يا ابداك يضحك أريد أن أعطني شيش كتلي لله قال لي صافي اللي بغايته وما قال ساحده ما كبره محدد شوان جيت بقيت نخرج شدني من يدي قال لي يا جي حبيبت و حشك دخلني البيت اللي كان خانس و كله شراب و ريح تلعفن أنا بالصراحة لم أعجبني ذلك المنظر و لكن ما تسوقش لي بقى علي بالكلام الحلو تقرب مني و نساني حتى في راسي ما بقيتش عقلة على التشي حاجة حيث كان عجبني الحل حتى نفهمكم أكثر مارست معي الجنس بكل طرق حسيت راسي رجعت للطلق تماما هذا المرة في الكوزينة و لي أول مرة قلت لي يا فين كنتي حتى لهذا الوقت تعجبت من السؤال لي لها قلت ليها غير هنا و صافي قلت لي يا فين هنا قلت ليها مع واحد صاحبتي صافي تلعت البيتي ذلك العام بالضبط كان عندي لباك لم أكتب و سقطته بسبب حبيب القلب الذي كنت مذبعه من بعد ذلك النهار لم أقلت ماذا تلقيت به قلت تشقط الأرض و سرطعته درست 15 يوم والو لاتصال ثم قررت أنني أذهب عن صاحب والدار التي أذهبت لها ذلك المرة غير دقة تخرج عندي هو هنيت السلام عليكم السلام قلت لي عافك صاحب كيف نهو قلت لي بدي هذه واحد جوز سيمانات قلت له في الحبس قلت لي على شكل لابس قلت لي رشدوك يبيع الحشيش في البراكة قلت لي و كنت تضربت الصح؟ قلت لي و كيف يحساب لك و كيف إمام المسجد؟ قلت لي و أسمح فيه و أسد الباب و أدخل قلت لي الدنيا دارت بي قلت للدار و في الليل تليفوني يبدأ كيصوني صونت لي واحد من المرأة غريبة جاوبت هو يقول لي أنا فلان قلت لي و كيف تصحرك في الحبس أو كتبون دالية؟ قلت لي آه و لكن ليس حال هذا المرأة و كيف سنطلع منه؟ قلت لي و كيف تدخل؟ قلت لي آه هذه ثلاثة ديال المرأة و الثالثة تابتة قلت تغنب كما قديتش أخر ما قلت لي قبل أن يقتح لي قلت لي أنسيني عليك و عيشي حياتك قلت لي يا أخوتي الخط خلد بني أدارت بي كيف و لماذا؟ لماذا يقول لي بحل هذا المرأة؟ لماذا يقل أن أقل أقل أدارت بي و لكن لم أقل لي هذا المرأة أسمعني أمي أدارت بي و أشكت و أحدت تجري عندي قتلية مالكة قلت لي أخبرها قلت لي أصابتي بابا مات و أبقيت فيها قلت لي أمي أخبرها قلت لي أدنيها حالها و أحدثت الباب و أمشت وانا ما زال كانت تتقلها غير بوحدي حاولت نتصل به وعليه الغدلية مشيت على النبوريل الذي كان فيها دقيت فتح لي صاحبه وبغيك يبرقم قلت لي مالك سبحنا على ربي شنو بغيتي غرج المكره مشدود في الحبس حاولت نرغبون زوج فيه باش نعرف فين هو وفين مشدود هو هذا الشيء الذي كان قال لي فين هو شديد تاكسوم مشيت في الأول مبغوش يدخلوني وقالوا لي منوع الزيارة وقال لي ما عندي لحق نشوفه بقيت كنرغب ما نكذبشي عليكم أعطيت الرشوة ودخلوني جابوه لي وقال لي ما تتعطي ليش خمسة دقيقة فقط وقال لي لجيتي شنو بغيتي قلت لي ما تخافش انا غدي نخرجك قال لي بل ما تتعطي براسك وقال لي هو عجب الحل في الحبس احنا غديت عرض اعترف لي بوحد الحاجة اللي استمتني قل لي شوف يصير بعيدين انا ما نصلح لك قال لي لا انا عجبني الحل معك وكان بغيك وبالسف ماشرة شوية ما عليش انا غدي نسينك حتى تخرج ضحك وقال لي شوفي بنت الناس انا رأى مزوجه عندي ولده ورا عنده دابع عام ضرب تفوجي وقلت ليه كيفاش قال لي كيف كتت معي وده با اخر مرة جيلي عندي بقيت كنبكي وقلت ليه ودهك الكلام الحلوه والحب الكبير في المشا قال لي هديك غين زوداز تبع بنت الناس جمعي جنابك وتتكركبي من قدامي واخر مرة يدني هنا لنظر يمس بغيك الكبير قال لي اه شو ما دهك تتدير قال لي في المحكمة عنهم حتى انت شركة معي وكنت كتبعي معي الحشيش بزقت لي على وجه وخرجت وانا دموعي أتصرفه بحال شاهزة تم التقوتي حاولت نتصل ببابا ونقول لي ما نوقع لي وهلو ما يجاوبني أنا غادية ضلمت الدنيا قدامي غادية سارحة في ذلك الكلام اللي قال لي حتى القراصي فرانت علي وحت طمويل تحت للأرض وبدأت كنبكين ننزل واحد الولد تكون عنده دك 34 سنة جال عندي بقى كيسومني مع الكاختي واش مكتشوفيش أنا دخلت في واحد الحالة دي اللي بك قريب ساعة وكيسكت في يدك السيد حتى تتذنت وبلما نشعر قلت لي على كل شي وشكيت عليه بقيت فيه بالسعف قلت لي هات السيد اخداش عرفي وتحكي لي قال لي يا ما تخافش قلت لي بغيت نموت عليش وقفتي كون غير قتلتيني قال لي ما تقوليش هكذا أختي سأتغرقيني معك راح حرام تدري بحل هكذا طلب مني وصلني للدار ولكن رفضت قلت لي ما بغيتش نمشي قال لي يا الله تمشي معي أنا بلاما نتردد وافقت اتغرقيني وحاولي وسيني حتى تهدنت قال لي بلي خاصتي تعيش مع الواقع ديالي وقال لي يا صبري قال لي أنت غير ضحية وهو اللي ماشي مزيان الغريف الأمر تطلب مني توجبي قال لي غادي نصونك ونصون شرفك ونزل لك والسعين ولم اقبلت كل شيء صراحة حيث كيف سيد في ربعات دقائق يقول لي أنا بغيت نتواج بك ما يمكنني قلت لي لا أنا ما زالة كنت أريد أخر قال لي ما تجاوبي نجده فقري وعدر التهلية من مورها وقلت وهو طلب يوصلني ولكن أنا رفض قلت لي لا شديد تاكسي ومشيت للدار وأنا كنت أفكر في ذلك الهدرالي قلت لي يا سيد قلت هذا باقي أنا سأتحدث معي تلقيت أنه مزوج وعنده أولاده أريد أن يتحكي معي وتحكي لي وصافي المهم دووجت وحاولت من الناس وأخي أنا مع العلم ربي اللي كان أعلم بي ما كنت كان بي نقدم ماما واحد منها قلت رأسي كان تقيا والدخة والعيا وزيت الشهية مستودة قلت لي يا ماما لا أريد أن تقسم شيء ربما عندك المعيدة قلت ليها ما عندي والو غير الحالة ديالي دبت الدوز بقيت واحد لومي حالتي غير ما كانت تزيير عليها تم قررت ندير شيء فحص هنا سأتبذل وحياتي سأتبذل ثلاثة أختي حاملة وهي حاملة عندي قريب شهر أو يلي على فضيحتي ما سأتبه قلت لك الطبيبة عافك واذا تريد أن تزوله ما سأتبه قلت لي ما عندك بابا قلت ليها آه قلت لي ولي على حياتي يرى ولدك من اللحمك وصبر يا راد وشي دبيد وزمزيان خرج من عند الطبيبة وانا تارفة وما عرف ما سأتبه وما نقولها الماما او لا نسكت او لا نسكت من بعد السوشور سأتبه الحقيق يقوي بان كل شيء فكرت أن طيحه وما قدرت أنا قاسة كنت أخمم وهو يجيب على بلدك الولد جديد طاكسي ومشيت عندهم الضرل الدنيا لذلك النهر دقيت وفتحت لي الباب دخلت قلت لي أنا قبل أن تسواج بك ولكن لم تعدلوش قلت لي وخف سأتبني قلت لي بابا سأأتي من هنا 15 يوم انت هدر معه وانا قبل أن تهدر معه سأنا هدر معه او هذا الشيء قلت لي سياد خطبني من عند بابا وماما ولكنهم رفضوا قالوا لي لا 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 يسلح لك وما شف المستوى العائلة قلت لي هم منهم خلق صافي ضغيات زوجي به وانا كنت حمله بشهرين ما قلت لي هوالو على الحبالة 10 شهر على العرس قلت لي انا حمله عندي 15 يوم طار بالفرحة صراحة كان معي مزيان وكان حنين فيها واخا انا لم أشعر به ولا براحة معه واخا المدخول له قليل ما عمره خصصية شيئا ولدت ولدي من بعد ساديه الشهور انا قلت لي جتني الولادة المبكرة ولدت على سبع شهر وهذه تعلمت لي في واحد فيسبوك الأمهات العازيبات الذين كانوا يضعوا المشاكل والتجاربهم فيه مهم اقتنع الرجل بلدك الولد السباعي وبالي هو والده كان يخاف عليه كثيرا الدرجة من المشي للدار عند بابا يبقى يتصل بيه يقول يجب لي والدي تحشته ويمتربة ولدي مع واحد الأب الذي لمشي الأب دياله ثلاثة تربعة تس سنوات جاء واحد العفو ملاكي السيد ملد عوتي خرج وعرفته باللي خرج حتى كنت متبع الأخبار دياله كنت سؤول عليه واحد النهار قال لي صاحبه ورح خرج قلت له عنده فرح بيه قال لي يتوحشتك دفعته وقلت له كنت مزوج وقلت له وقلت له شرافي قال لي يا والله ما مزوج غير باش تنساني وتعيشي حياتك أنا بقيت كنبكي جاء عندي وتقرر مني وبقى كيسكت فيه قال لي سمحي لي حتى دابان كملوا منين دينا وقفت كنت له سيطر وطار أنا دابت زوج وعندي ولد فالولد تعصب علي وقل لي لك نتوجي ولكن من بعد تهدن يعرف أنه السبب وقفت قال لي ما عليش وخام زوجة اخليك معي جاكي حاولي تقرب مني مع أنا ما زال كنبغيه استسلمت لي بكل سهولة وعطيت راسي واخه أنا مزوجة ويا يا أخوتي بلا منحشم خنت الرجل ديالي اللي يزني واسترني وتحمل واحد المسؤولية فوق كتافه وهو مسكين ما عنده حتى شيء من فاتش شيء استرني وهو ما يعرفني سيكون أنا وقبل أن يتزوج بي واخه تعرف علي غرب بعض بعض ساعات وبعض أنقل وبعض دقائق لأنه لم أبقيت معي بالسف أنا في الأول كان يحساب لي يضحك علي ولكن هذا السيد بالفعل يسسرني ودعني المهم رجعت للدار وندمت وندمت وكان أكل فيدي وكان بكي قلت يا سيد يا رب ماذا ندمت وندمت وندمت وحلفت لا أستطيع أن نعودها مرة أخرى بالإصافة يجبني أن ننسى هذا الشهر جاءتني نفس الحالة لم يتزوج 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 حاملة حاملة ولكن المشكل لا أعرف رجلي طار طيران من الفرحة ولكن أنا كنت أعلم بي غير صدي ربي وكان أقول ما هو الأب الحقيقي صوت الطبيبة وقلت لها ممكن أن نعرف ما حال قلت لي ماشي وقلت لي ماشي ولده كرهت رأسي وكرهت الحب وكرهت والدي بسببهم أنا في هذه الحالة وقلت كرهت أولادي كيف يبلي وجبهم كأنه أخذت النار أنا أخذت أخذت وانا أطلقى بها حاولي أدري معي وقد أددمت وقد أقول يصير بهدني أنا سافة مام زوجة وقد أقول إذا أبقيت تابعني وقد أخذت إذا أطلقت أنت طلقت أنا أدوج بك لأنه لا يزال أبقيت أطلقوا أنه ونتظروا ومنذذي لقد أطلقوا معه ولكن لا أبقيت حمله أخوتي اللي بغيته أقوله في الحقيق ديالي حيث نستهل ولكن نرشدوني شنو غادي ندير وش نعترب بالحقيقة الزوج ديالي ونقولي يا شنو واقع ونرجى لهذاك نأخذ ليه الدراري ونقولي انت هو الأب الحقيقي ولا نسقط نربي أولادي مع أباهم حيث أنا مبغيتش أولادي يعني وبحالي ويعيشوا في أحد الجو اللي كل واحده فين مبغيتهم شي يخرجوا محرومين من الحانة ذلك نقول نكمل على سكاتي ونصبر ونطلبوا الله يسمح لي الله يجازيكم بالخير قلوا لي يا شنو ندير وما تبخلوش أهلية بأي حاجة أعرفتوها وسمحوا لي والسلام عليكم وكيف ما سمعت أولا الثاني قبل قليل القصة ديال الأخت ديالي فتحت لنا قلبها وعودت لنا المشكل اللي حصل فيها الصراحة واقع لأول مرة عديتوا قليا وما قد نعرف ما نقول لأن القصة ديال الأخت ديالنا قد تفتقد المجموعة هذه الأحداث اللي صراحة ما واضحينش والنقطة اللي أنا ما بغتش زعم الصراحة تدخلي للعقل ديالي هي الرجل اللي بغي يقسطه موبيل ومن بعد حكات لطغية ضغية فهم صدقات قال لا أنا أسترقه أنا أنتوج بك يعني وش هتسيد موقعتش مع واحد المبتعد كلك الشي يعني كيف هتسيد هذا كان مغفلت لهذه الدراجة القانون لا يحمي المغفلين أنت عاودت له أنك شي واحد تحكي عليك حدلك شرفك إلى آخر وقال لك أنا أسترق هذه فهمناها اللي ما فهمت أنا هو أن هذه المدة القصيرة اللي ما زال ما كيعفش عنك تشكو نتي يعني بهذه السهولة هذه يعني بقى شي واحد بحال هكا فهتسيد هذا مسكين بحلاليه لا قوة كنت أظن أنا مادم هو قبل يتزوج بي كنتي كنتي مع واحد آخر وكديري مع الحرام فأنا كنت أظن كنت قلت له ركي حاملة من هذا الشخص أكيد سيسترق مادم أنه قبل يسترق في المرة الأولى هو ما عارش أصلا لا أصلك ولا فصلك أكيد سيسترق تلك المرة الثانية وربما يسترق تلك المرة الثالثة 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 لأنها تسيد كيباليه ماشي ثلاثة ممتع لأنه يطلب من واحدة أزواج إرحي تكتله أنا واحد ضحكية فعلى الأقل تكون بعدها الغلاث بيناتهم واحد المدة بعدها على الأقل نقل شهر أو شهرين من ثلاث شهر ولكن هذا ما كملته الثالثة ومشيت معه الضار وهادي فلا حول ولا قوة إلا بالله المهم أنا ملقيت ممن قول أنا غسي ما غدي نصحك لا تقول له لأنه بلي هاتش شي يعني مخربق أنا هاتش شي فهمت ما هاتش أنه بلي هاتش شي مخربق ومن عرض نشوف الأخوات الكريمات في كومنتر ما هاتش يقولون لك وما هاتش ينصحك يعني تحملي المرة الأولى والثانية يعني يجوج أولاد مع الرجل اللي ماشي بباهم ومراجل واحد أخر اللي دخلت السيجن وخرج فلا حول ولا قوة إلا بالله لعلي العديد والله يا أخواتاتي إلى أول مرة كتف لي الهدرة وما كان عارف ما نقول وما عارف ما نقول المهم كانت من الأخوات الكريمة ينصحوا هذه المرة أنا يعفوني يعفوني هذه الإلهات يعفوني هذه العشيات من هذه النصيحات لأن ما عارف ما نقول والله البناس ما عارف شغلت تقولي للراجل تقولي للراجل بس سترتيني وكنت حاملة وشمتك وراح قم حكرة صاحب يخرج من الحس وراح حمت منه المرتب يعني كنظم أنه ما يقولي هولو وعندما قبل بيها خمسة دقيقة سيستطيع أن يبدأ الجوجولة ويعتبرهم أولاده والله أعلى وأعلم أنا لا نصح كتب شي حاجة أختي لا أقول لك لا أقول له أقول لك لا 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 أقول لك يا أختي لا أقول لك لا أقول لك والله يبعد عليك لك الشخصي الذي تعود فيه هو كائن والله يبعد عليك لما بعد السماء على الأرض والله يدي لك شيء يترك في الضيق هذا شيء نقدر نقول لك عزيزتي وكنتذكركم دائما القناة اسمحكيتي ماشي غير للفرجة بل للعبرة للتواصل مع عبرة الخاص والله يعطيكم ستر اللي بغت تعود لحكاية دي اللي تعودها بتفاصيل اللي تكون تفاصيل واحدات اللي يكونوا واقعين ونعرفوه تحنا ننظرون تناقشوه فش نعطيوه الناصحة نعرفوه مني نعرفوه ورص الخيط يعني فش الانسان ما كيارش رص الخيط رها بطبيعة الحال رها انا بعد ذا كيتلفو لي النقاشي فما عليكم غيرت توصلوا معي عبر الرقم التالي اللي هو 06054549 كذلك الرقم موجود في بداية الفيديو وأذكركم فإن الدكرة تنفع المؤمنون رقم ماشي التعارف والتهود والجمع رقم فقط لساب الحكايات ديالكم تبعد تليمات الشروط لكم صاحبة القناة وان شاء الله فقش مجدو ديالكم اكيد القصة ديالكم غادي تتحط في اليوتيوب الى ان القاكم دمتم في امان الله ورعايته والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته باتنسان نشفليجيب وبليكم من تار